أهلا بكم مشاهدين من جديد ينهمك البعض منا في تناول الطعام حين يشعر بالاكتئاب والبعض الآخر يحرص على تناول أنواع معينة من الغذاء لتبقيه في مزاج جيد خصوصا الشوكولاتة وما عرف عنها من دور في هذا الخصوص فهل لنوع الطعام شأن في الراحة النفسية فعلا لمختصية تغذية رأي في الأمر بالتأكيد لكن قبلها سألنا الناس فكانت هذه الإجابات لنتابع المحشي والفراخ والسمك والجنباري الإنسان طبعا بيبدأ يعمل ريستريكشن للتعام بتاعه فبالتالي بيبدأ يحصل وستنج في العضلات العضلات بتبدأ تفكت بروتين المخ يمكن بيبدأ برضو يفكت برضو عندك بروتين فبالتالي طبعا الرجيم بيأثر عليك حالي المسجد الإنسان بيكون أكثر عصبية نيرفس أكتر حسب بقى فترات الرجيم واستجابة الجسم للرجيم يعني ساعات الاستجابة بتاعت الرجيم ديت بتؤدي إلى اكتئاب أكل؟ هلأ هاي نفسيتك إذا كانت نفسيتك تعبيني شو ما أكل بتتدايق؟ بل واحد يكون كل شيء بيكون فكره فاضي كل شيء بيرتح إجمالا ما في أكلات يعني بتعكر المزاج يعني والواحد بيكون هو مزاجه ومعكر يعني ما إلا عليها الأكل فيها وكترة البهارات يعني الأكل اللي بتعزل بتعكر المزاجي إذا كانت قوية بالتوابية وبالحر وبأكل شيء يعني يكون عدل وصحيح أنا عادة بحمية وهذا يوترني لكن إذا أكلت وجبة روانسية فهذا قد يحسن نفسيتي أكون جاءان بأثر نفسيتك للشعر البنيادة ببين عليها جوع هذا ببين علي نفسيتك أما تكون شبعان عادي ما بتكون مرتاح عملية الطبخ نفسها تؤثر على النفسية والطعام المنزلي أفضل هذا ممكن على ما أعتقد وهذا يرتبط أكثر بنفسية الإنسان عند الأكل وللتعليق راحب بضيفتنا في الستوديو جمانة أبو قويدر أخصة أية التغذية أهلا وسهلا فيك معنا جمانة يعني دائما هيك أنا بحب أسمع الناس شو بتحكي بتكتشفي قدية في اطلاع يعني في بارفو كتير المعلومات صحيح في ناس بعد الناس اللي يطلعوا في التقرير حكوا إنه ما إلوا علاقة مثلا الأكل ما إلوا علاقة بالنفسية هذا الشيء مش صحيح هذا أول نقطة لازم نحكي عنها تحكر المزاج شو رأيك بهذه النقطة مش عارفينك لفتتني وليكن بكون الشخص منزاج من كميات البهارات بس ما إلها علاقة بالهرموناتك كميائية حزو بحب أو لا خلينا نبدأ بالموضوع كيف الأكل بأثر على مزاجنا فينا معظم أنواع الأكل اللي نتناولها بتأثر على تغيير المزاج سواء أو بتأثر على النفسية سواء كانت بتأثير إيجابي أو تأثير سلبي بالنهاية نتوصل إلى أنه لازم نكون معتدلين ومتوازنين ومتنوعين بكيفية تناولنا للطعام أنه يكون شامل جميع المجموعات الغذائية المتكونة منها الهرم الغذائي اللي هي البروتينات النشويات الخضروات والفواكه والدهون والحليب ومشتقات في منتجات معينة أو مأكلات معينة اللي ممكن بيقولوا أنه بتتحسن المزاج مثل الشوكولاتة أو الموز صحيح هل هذا صحيح؟ ولأي درجة فعلا بتحسن المزاج؟ صحيح هلأ إحنا عنا المكونات اللي بتكون منها هذا الطعام مثل ما أحكيت الموز البوتاسيوم بيعمل على تعزيز وتحسين المزاج وبيقلل من احتمالية الاكتئاب هذي نقطة في عنا الشوكولاتة صحيح بتعمل على رفع هيرمون أو خليني نحكي المركب السيراتونين بالدماغ هذا بيطلق عليه هيرمون السعادة خلوا الواحد مبسط عشان هيك بعض الأحيان الناس اللي بتدايقوا بروح بيلجأوا لتناولهم للشوكولاتة ظننا أنه هي نفس هي لا في عنا إنه إجمالة بتعمل على رفع السيراتونين ما بدنا نكتر منها طبعا هم بشي أسأل أي مدى يعني هل أدي فيه إلى تأثير كبير ولا هي تأثير كثير بسيط الشوكولاتة إجمالة بتتكون من أو بتم تحضيرها من الدهون خاصة أن الشوكولاتة العادية اللي إحنا بنتناولها مش دارك تشوكولات فبالتالي كل ما زادت كمية الدهون كل ما أصبحنا عرضة للسمنة والسمنة بتأدي إلى نفسية سيئة أو اكتئاب أيضا هنا ممكن نفسية جيدة بالوقت القصير ولكن للمدى البعيد صحيح ممكن تأثر سلبا صحيح طيب فيه مأكلات اللي ممكن تسبب كآبة يعني بالعكس نعم فيه هناك بعض المأكلات اللي ممكن أنها تسبب كآبة مثل عندنا المشروبات السوداء الكولا وبكل منتجاتها ممكن أنها تأدي إلى كآبة في عندنا الدهنيات ممكن تسوي إضطرابات وبرضه تسوي المزاج سيء أنه هاي الأغذية اللي فيها المواد الدهونية تحديدا زي ما أحكينا قبل شوي قبل ما نطلع أنه بتسوي إضطرابات في النوم فالواحد ما بيقدر ينام بسهولة بيستيقظ في الصباح الباكر أيضا منزعج فبالتالي لازم نبتعد عنها هاي كتير أو نقلل منها بالكمية ونركز على الدهون يبتجي من المصادر النباتية مثل الأوميغا ثري الأوميغا ثري كتير منيحة في تعزيز السيراتونين وتخلي النفسية كتير مرتاحة وإنه الواحد بعيدا عن الأوميغا ثري ممكن تحسن المزاج يعني الأسماك عمليا ممكن يحسن المزاج شو كمان موجود الأوميغا ثري الأوميغا ثري موجودة في المتلمة أكتر إيش هي الأسماك موجودة في بعض أنواع النباتات كمية قليلة منها لكن مصدرها الرئيسي مكسرات فيها أوميغا ثري أيضا مكسرات كمان طيب حلو مبارح جمانة كنت معانا ضيفي كمان حكينا عن عدة مواضيع وحكينا عن توقيت الوجبات حابة أن نحكي عن نفس الموضوع اليوم بس بكل ما يتعلق بالمزاج كيف بأثر يعني إذا أخذنا مثلا وجبات متأخرة في الليل يعني أو قبل ما ننام كيف ممكن تأثر على مزاجنا تحديدا بتأثر على عملية الهضم عندنا هذا أول شيء ممكن تسوي اتراب فيها وأيضا بتأثر على مزاجنا في تاني يوم لما نستيقض لما نأخذ على سبيل المثال الكافيين الكافيين أيضا يسبب اتراب واكتئاب في في جسمنا بشكل عام فبالتالي أنا دائما بنصح إلى تنظيم الوجبات أوقات منظمة دائما كل يوم يتكون أوقات منظمة مشان جسمنا يتعود على نظام محدد ما نسوي خلل في هذا النظام مشان يقدر يكون في نفسية مرتاحة ما في أي اترابات في النفسية وقبل ما ننام لحد أي ساعة مسموحة من ناكل قبل أربعة قبل الساعة الثمانية بعض الأفراد نحن عادة ننام عشرة أو عشرة فمشان هيك دائما بعد الساعة ثمانية ما ناكل أي وجبة كبيرة محتوية على كمية عالية من الدهون نعم أحيانا لما بفترة الصيام يعني الواحد بشعر بتوتر أكثر أو لما بيكون زعلان بروح بيتفشش بالأكل يعني لأي مدى علاقتنا بنفسية بالأكل ممكن عن جد أنها تأثر تأثر على السنة أيضا بوقت لاحق صحيح هلأ مثل ما أحكيت لما الواحد يكون صايم ممكن أنه يكون معصب أو أنه هذا ناتج عن الخفاض السكر في الدم فمشان هيك دائما لما الشخص يكون صايم ننصح أنه يأخذ التمر التمر أيضا في فترة صيام أو غير الصيام يعتبر مركب أو نوع من أنواع المأكلات الجيدة اللي بتحتوى على البوتاسيوم بتعزز السعادة أو بتخلي الواحد مرتاح وبعيدا على الإكتاء بصحيح حشان هيك إحنا دائما منبلش بالتمر في الوقت الصيام بالإضافة أهم إشي أنه نكون معتدلين تحديدا مثلا مثلا ما أحكينا الشوكولاتة بتعزز بتعزز بتحسن المزاج لكن ما يكون معتدلين بالكمية مشان ما يتأثر في السمنة اللي بتفتح أبواب كتير كبيرة لأمراض أخرى في أشخاص بيقولوا لما بيكون مبسوط باكل أو لما بيكون زعلان باكل أكتر صحيح هذا الكلام لأي مدى ممكن يأثر نفسيتنا صحيح لا في بعض الأشخاص إذا حسوا أنهم زعلانين بيعكلوا كمية كتير كبيرة صحيح هذا بعد ما يخلصوا من الزعل أو يطلعوا من الفترة اللي هم فيها بلاحظوا على حالهم أن وزنهم كتير زايد فبيزع لكم مرأة أكتئاب مشان هيك وبعض الأفراد بحسوا حالهم أنهم لازم يأكلوا مشان أنه يتعززينهم من الكتاب فلازم ننتبه هاي النقطة بنرجع للنقطة الأساسية هي التوازن هو الحال جمانة أبو قويدر شكرا كتير لوجودك معنا على كل هاي النصائح الحلوة والمهمة